قليلون من المعلقين اللي بيقدروا يوصلوا لقلوب الجماهير وفي قرات القدم من السهل انك انت توصل لقلوب الجماهير ولما تكون بتلعب في الاهل او في الزمالك بتكون بتسهل على نفسك المهمة والمسئولية لكن لما تكون بتلعب في لعبة غير قرات القدم بيبقى عندك جهد كبير جدا جدا انك انت توصل لجموع المصريين وبتصعب على نفسك المهمة اكتر واكتر لما تكون من خارج الاهل والزمالك وقليلين جدا 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 من خارج كرة القدم اللي بيذكرهم وحفروا اسمائهم بحروف من نور ومن ذهب في قلوب المصريين بيتم ذكرهم الى الان لا احد ينسى عادل شريف وهو يعلق على مباريات التنس ولا احد ينسى رياض شرارة وهو يعلق على مباريات السلة ولا احد ينسى يحيى السيد وهو يعلق على مباريات كرة اليد وايضا في القرن الحالي وفي السنوات الاخيرة فرض اسمه وبقوة واصبح من المعلقين الكبار جدا جدا اللي مش هنذكرهم دلوقتي كمان ده هيتم ذكرهم زي ما بنذكر كل المعلقين الكبار الذين سبقونا واصبحوا نجوما تاريخيين ضفنا النهاردة هو احد النجوم ونجوم التعليق الكبار جدا من خارج الاهل والزمالك الكابتن خالد خيري كابتن خالد برحب بي انا متشكر جدا اولا سعيد جدا ان انا موجود معاكم متشكر جدا للكلام الجميل الحلو اللي انت قلته والمقدمة يعني اللي اكتر من رائعة ودائما اقول انا اسلام صادق صاحب الاحساز الصادق فاللي بيطلع صادق بيوصل صادق دي حقيقة يعني فانا بشكرك بشكرك جدا وانت ذكرت اسماء كبيرة اه طبعا اسماء اسدزتي يعني دول اسدزتي دول اللي هون فضل علي فعلا طبعا لازم اتفرج عليه وتعلم منه لو ما شفتش الكبير مش هتبقى كبير اه طبعا لو ما خدتش كمان منه ازاي وصل هو هو تعب قوي يعني عملاق كابتن يحساك ده عملاق طبعا عارف يقول امتى الكرة لا غلط ما تعملش كده وطلع امتى حسه عملاق كابتن رياض شرارة عملاق كل اللحظاتك ذكرتهم عشان ما انساش كابتن عادل شريف طبعا عادل شريف ده صحقة ما حقة يعني ما انساش الكلام ده قابلا طبعا دول عظام وغيرهم وغيرهم يعني خبالك ان احنا سمعنا كتير جدا من المعلقين وغيرهم وغيرهم وفي الكرة برضو طبعا كتير احنا ونطلع برا في الكرة طبعا دي لمسات وبصمات لناس كبيرة انا بشكرك جدا وسعيد جدا معاك في البريمو يعني ودي حلقة بريمو بقى يعني انا بالنسبة لي لا هو عشان اضف بريمو وبريمو بجد يعني لان انا بحترم اوي اوي الناس اللي بتكتهد وبتتعف في شغلانتها فبالتالي كمان بيكونوا من خارج الاهل والزمالك فانت اكيد تعبت اوي فوق الوصف علشان توصل للناس لجموع المصريين وتكون واحد من اشهر المعلقين وبالذات في لعبة مش في كرة القدم انا عايز اقولك انه انا نفسي انا طبعا تعبت لا تعبت مجهود ومذاكرة كتير جدا واشتغلت جنب مدارس برا في الوطن العربي من الصعب انك تنجح جنبه من الصعب لان هما طبعا هما اللغة بتحكمهم جامد جدا اترازهم في التعليم غيرنا وفي الثقافة غيرنا لان هما دايما المدارس اللي هي التونس يعني التوانسة والجزائرين الاخوة التوانسة والجزائرين والمغربة طبيعة الحال اللغة الفرنسية وهم مدمجين جدا مع ده وبيعيشوه كويس فبيوفر ليهم وقت طويل في انه يوصل للهدف بتاعه الاسلوب بتاعنا لغاتنا لكنتنا الجميلة المصرية سهلة فلو حد قال بثقافة سهلة الموضوع بيوصل اسهل فانا تعلمت منهم ازاي تبقى دقوب جدا ازاي ما تسيبشي يعني مش اسلام صادق وبس لا لازم تاخد تاريخ ميلاده ويوم وسانته والشارع اللي كان فيه واللي جنب واللي حواليه ده بقى مدارس فيه واحد بيشتغل بالمدرسة دي وفيه واحد بيقل شوية وفيه واحد بيعتمد على البهرجة او يعني الكلام العالي والوبيض والحاجات دي وفيه واحد يعرف انت حتيجي معاه ازاي فياخد منه الترند فيبتدي يتكلم بالاسلوب اللي يوصل لك بيه وده حصل وحصل الايام اللي فاتت بالتحديد كل الكلام ده انت بتوعى تذكر على نفسك يعني البطولة شغالة وانا بروح طبعا اعلق في الراديو لكن سعيد جدا ان انا موجود في الحدث برضو حتى لو انا مش طالع على التليفزيون مش ده الموضوع الموضوع منتخب مصر منسيبوش يعني ده هدف ده استراتيجية عندي اكون برا الاهل والزمالك وابقى متواجد في المدرسة دي ده شئيت فيه كتير جدا يعني اولا طبعا كنت في السكة الحديد والسكة الحديد ده نادي عريق قوي يعني انا اخر مرحلة ليا لعبت في نادي السكة الحديد في الدرجة الاولى وطبعا كان طالع منه استاذ كبير جدا كابتن عبد المانيا موهبة طبعا طبعا يعني من قيمة كبيرة جدا وبالمناسبة هو اللي كان موجود وانا باختبر في اختبارات اتحاد الازع على توليزيون ما كانش عرفني وبعدين هو قال لي انت كنت بتلعب فيه وانتقول له في السكة الحديد طب الشبكة فيها كمخور ما كان كده سؤال يعني فيه دعابة وبعدين ربنا كرم وده كان سنة 98 يعني ما كلمك يعني انت عريق بدأت التعليق قول لي الاول انت الفكرة جات لك ازاي ان انا هاخد السكة دي وقدمت ازاي انت عريق يعني خريج ايه كمان انا لصنص اداب يوناني ولاتيني لصنص ادابي اه دعاكي تساعدك كمان اه مش او يعني مش اللي كان الموضوع كده الثقافة اه انا كنت عايز اخش كلية اعلام اساسا والدي كان في القوات المسلحة رحمة الله عليك الله الحب وكان احنا يعني هنا طراص كده معين في التربية والمحافظة على تقاريد محددة ما بنتجاوزهاش بس انا كنت بحب الاعلام بالفطرة يعني مثلا راح اجيب بالليل مثلا زمان الكومهورية كان يطبع بالليل فعند انا بقى على الميدان عند انا في كوبر القوب بجيب الجمهورية والاهرام والاخبار والمسا والاقرب الكلام ده واقرب التحديد الرياضة يعني ما بستهواش ان انا اقرب سياسة لانه سياسة يعني هي موضوع ليه ناسا ليه ناسا فانا بقى اقرب الرياضة في اي حاجة بقى تتخيلها وكان في العمود الصغير ده اللي بيتكتب فلان ومحاق الموضوع ده ده كان العمود ده موضوع تاني طبعا بيكتبوا حاجات كده رفايعة بين السطور تقعدين انت تعيش فيها مجد موار عشان ما نساش حاجة يعني يعني قلت اسماء في اسماء كتيرة جدا اسماء كتيرة جدا جبيرة جدا ما ينفعش حلق جبال الله يرحمه ما ينفعش اساسا تنام من غير ما تروح تجيب الجمهورية ما ينفعش اكون انام لغيرت لما جيبهم ويبقوا جنبي وعدين اقرأ واحد واحد والصبح اكمل وانام وانا بقرأ الجرنان ده طبيعي وفي التوقيت ده الصحف كان ليها ايمتها طبعا والكتاب كانوا بيكتبوا بمعلمة يعني ما بين نجيب المستكاوي وعبد المجيد نعمان والاسماء واسماء البقري والاسماء الكبيرة اللي حضرتك كنت بتتباحهم طبعا في فسواء اهرام اخبار جمهورية وهكذا بالزبط بالزبط وبعدين كنت اخلص ده طب انا شايف نفسي ان انا يعني المايك مستهويني يعني مستهويني جدا انا اصلا كنت عايز اروح اخش الاعلام وبعدين يعني اعمل بقى برنامج كبير واتكلم عن الكربعي كنت على فكرة بالمناسبة يعني انت كنت كان حلم حلم كبير يعني حلم كبير ولازلت ان شاء الله ان شاء الله يحصل بنسعى ما سنتبقيت نجم دلوقتي ونجم تاريخي دلوقتي النجم ده كلمة كبيرة او لا لا انت نجم فعلا غلط انا مجرد بحاول اوصل انا بقولك احساس انا بحسوا على الاهاوي مع المصريين ان لما بيبقى فيه كرة اليد لازم بتجري على خالة خيري يعني وانا عايز اقول حررتك على حاجة انت حررتك بتعلق دلوقتي في راديو دلوقتي اقسملك بالله فيه ناس بتوطي التليفزيون وتشغل الراديو دلوقتي الحمد لله ده فضل سبحانه وتعالي ده ده فضل من ربنا لان زي ما انت قلت في البداية تعب وشيء ايه من بره الاهل والزمالك والاهل والزمالك دول نادين كبار جدا طبعا لا غبار في هذا الامر بس بيفتحوا لك ابواب لا يعني انا عايز اقول حاجة لو بلعف احد انديت القطبين عشان انا دايما بقول القطبين ما بقولش اهل والزمالك او زمالك واهلي يختلف كتير جدا يفتح لي ابواب اعلى ويفتح لي مجال ان انا اشتغل بارتياحية اكتر اه طبعا اكيد طبعا لان هم بيستندوا برضو اللعب اللي طالع منهم ده مش عيب ده مش عيب على فكرة اه تحدي خطوات كبيرة جدا يعني اسمك كنت بتلعب بك شمال في الاهل او بك شمال في الزمالك واكذا لكن ربنا اراد سبحانه وتعالى زي ما قلت لك انه في 98 بدأت الحكاية اه والدي كان تعبان قوي اه رحمة الله علي وكان في مستشفى المعادي وبعدين كان فيه اخت عزيزة في ازاعة شباب ورياضة اسمها ريهامس ويلم قالت لي يا كابتن خالد هيبقى في اختبارات تعالى خش الاختبارات دي في عجالة قلت لها طيب فروحت الاختبارات دي كنت لسه بادئ مرحلة التدريب كنت لسه انبطل بقى خالص ومرحلة التدريب بدأ فمعايا بزبط خمس ورقات شهادة التخرج والخدمة العسكرية وشادة التدريب وانا لعبت كرة يد وكانوا وعدد المباريات ورق كده كانوا بيطلبوه مننا في الإزارة التلفزيون وطبعا لازم تجيب بقى كل حاجة ليك وانت دخل فخمس وقلت لي ايه دول قلت لي طب يعني ده مين درحان قلت لي لا لا هم عايزين هنا ولا عايزين هنا لو عايزين ده يبقى انا صارت يعني من الاخر لو عايزين ده موضوع تاني والدي كان بقى بيمر بفترة صعبة وكان عامل عملية كبيرة جدا ومش متخلى رايح يعني رايح عمل ده فاختبرت وانجحت انجحت رقم خمسة من خم تقريبا كان فيه خمسة وخمسين ستة وخمسين واحد اليوم الاول ده كان صعب جدا واسماء كبيرة بتختبرك اول يوم كانت اقوى لجنة دكتور حاسب مصطفى اه رئيس الطبع للتحاد الدولي موجود في الاختبار كان وقتها رئيس تحقق الاترياد وكان رئيس للتحاد الدولي والاتنين طبعا اه لان احنا كنا بنصطيع بطورة العالم كان موجود في اختيار اه في اللجنة اللي بتختبرنا اول يوم جي بالتحديد استاذ حمد الكناسي طبعا بما وخامك كيف